ماذا حدث في المغرب؟ بالضبط، أنت قلت لي لم أكن ضحية وصار في اللي بأسس الناس اللي بأعرف القصة في حكي رفضت مصافحة المعجبين واقتصور معهم رفضت شرب الحليب وهو طبعا من الطقوس المغربية للترحيب والضيوف وقلت إن عندك حساسية مع الحليب مع أنك قدمت إدعايا للمنتج حليب قبلها فترة ماذا اليوم القصة نبقى أسمعها منك؟ لأنه في جمهور مغرب يعاتب عليك كثير هلأ أنه أشرب حليب أو ما أشرب حليب ما رح توقف هذه الشغلة على محبتي وتقديري للمغرب والشعب المغربي في علاقة فنية قديمة وفي هيك في محبة تجاه هالشعبي اللي بيحب الفن وبيقدر الفن وأنا طبعا كنت واصلة ساعة ثلاثة في الصبح على القتال وضيفة تمر وجوز وحليب فأنا أخذت تمر وأخذت جوز وصراحة ما كان بدي حليب فهيدا الشي يعني ما كان ما كنت قادرة أشرب حليب بهالوقت ساعة ثلاثة الصبح وصراحة أنا آخر ثلاثة أربعة سنين كمان بلش حليب يضيقني شوي يعني أنا مش قصة إنه أشرب أما أشرب ولا أضيف ولا أما أضيف أخذتي اللي حسيته عن جد جاي عبالي وعملوا مننا كتير قصة وبلبلة بس مش بيزيت النهار تاني نهار يعني تاني نهار يمكن قبل الحفلة بشي عشر دقاي قربها الساعة سمعتها بس ما سمعتها كل النهار قبل فهيدا الشي اللي بدي واضحه بس هي مسألة كتير عادية وطبقك عدم مصافحة المعجبين والتصوير معهم هذا صحيح؟ كتير بسيطة وعادية عدم مصافحة المعجبين والتصوير معهم صحيح؟ فيك تسأل يعني أنا يمكن من أكتر الفنانات يلي بتتصور واللي بالعكس بقعد مع الفانز وبقعد معهم وقت طويل وبشوفهم وبنحكي على التليفون وبنعمل اجتماعات وبنشوف بعض يعني لا هذي منا يعني بعد خمسة عشر سنة من مسيرة فنية الحمدلله ناشحة ما فينا نقول هذا الحكة بقى يعني أنه أنا ما بتتصور مع الفانز هذي بتنقال يمكن كانت أول سنتين ثلاثة بس هلأ لا نعم 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 نعم